هذا مراسل رؤية في فلسطين باقتحام قوات الاحتلال صباح اليوم الاثنين مخيم عقبة جبر في مدينة اريحة في من دلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وجيش الاحتلال لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع انضموا الينا مباشرة مراسل رؤية في فلسطين المحتلة حافظ ابو صبرة اهلا بك حافظ اخر تفاصيل ما يحدث في مخيم عقبة جبر حتى هذه اللحظة اخبرنا بها حافظ نعم محمد الاخبار من هناك تفيد باستشهاد الشاب جبريل اللدع وهو شاب فلسطيني اطلق جنود الاحتلال النيران على رأسه بشكل مباشر وتركوه ينزف على الارض ومنعوا مركبات الاسعاف المواطنين من الوصول اليه لنقله واسعافه تركوه الى ان تصفت دماؤه وارتق شهيدا وفقا للمصادر المحلية داخل مخيم عقبة جبر الذي يحاصر من قبل قوات الاحتلال بعد ان اقتحمت قوى خاصة المخيم وحاصرت منزلا هناك ثم دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية صوبة المخيم ما ادى الى اندلاع مواجهات بالحجارة بين المواطنين وقوات الاحتلال اضافة لاشتباكات مسلحة يعني وقعت بين مقاومين تصدوا لهذا الاقتحام وبين القوات الاسرائيلية التي تقتحم المخيم يعني اقتحامات مخيم عقبة جبر متوالية لثلاثة الى اربعة مرات خلال الاسبوع الواحد الشهيد هو الثاني منذ يعني اسبوعين داخل المخيم بعد ان ارتقى فتى الاسبوع الماضي متأثرا ايضا بجروح خطيرة وصيب بها برصاص الحي من قبل الجنوب طيب حافظ يعني ما هي حجة الاحتلال الاسرائيلي في هذه الاقتحامات التي يقومون بها في المخيم كما تفضلت يعني في مخيم عقبة جبر بدأت منذ يعني نهايات العام الماضي ظهور حالة تشبه الى حد كبير الحالة الموجودة في جنين ونابلس وشمال الضفاء الغربية بشكل عام كتيبة مسلحة من مقاومين فلسطينيين من مختلف الفصائل يعني نبذوا الالوان الفصائلية وتوحدوا تحت سلاح يهدف لمقاومة الاحتلال والامر الواقع الذي يفرضه وبدأت عمليات اطلاق النار صوبة المستوطنات والشوارع الاستيطانية المحيطة بمنطقة اريحة كان هناك عدة عمليات اطلاق نار اصيب خلالها مستوطنون